اشتركوا في القناة 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 موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة 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 أي من المؤكسين الذين يرونها هم يعرفون أن الراقيقين لم يتعرفونهم إلى العقل لم يتعرفون أن يتعرفون العقل ويوضا يعرفون أنه ليس صدام الموضوع الذي يتعرفون في الأموال كانت الناس الحقيقي المنطقة المدرسة التي لا تتخدم من الناس الناس كتب الناس التعليشية للمدرسة المنزل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عمر مرة أخرى باستدار امتلاف مرة أخرى كيف تحسين المقابلين ومتلق الإسرابية مع موقف من دولة الارب حيث المقابلين المترجمات في الفيديوها مسبح للغوال عنها بعد المنزل حفظ الاسد من قاتل للقاتل 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 بسرعة من سجرسة ومع ذلك في في سنة سنة إلى المنزل في أكتبار في عدد انجتماد الكتابة في الداخل الكتابات في مرات الأولى في هذا الوحيد يوم كيبور حيث سيريانا تتحرك برقبت الى غولان حيث لن يتحرك بها في مجال محمد مالس، سيريانا في المصر، يتحرك في المدينة بالتراث العربي كان فيه دائما بكاء على الأطلال الإسرائيليين يعني أشبعونا الألم وفي البكاء المنطقة هي الحي الشخصي هذا المسجد اللي كان يصلي فيه والدي وكنت صغير كتير يعني يطلع من الصلاة تصور أنا كنت وقف هون يعني أنا كنت وقف هون كان الدكان قوي وبالحارة المجاورة هي بيتنا فهذا الحي أنا بعتبره هو الحي الحميمي من القنيطرة الخاص فيه بين المسجد والدكان والبيت في فيلم الليل قررت أن أتحدث عن الأب لذلك والدي الذي توفي سنة 1952 كما ذكرت بأن السينما التي أحققها هي السينما تسعى لبناء الحياة وليس لكسر الحياة كما يحصل في الواقع سعيت إلى أن أخلق لوالدي موتا آخر هو الموت الذي اسميته بالفيلم الموت المشتهى بحيث جعلت والدي يموت في المرة الأولى كمدا من وصول الإسرائيليين إلى مدينة القنيطرة وفي أحد المشاهد الأولية للفيلم جعلت والدي يقف وراء باب المسجد القنيطرة مجد الشركس جامع الشركس ذاك البعيد في وجه الجنود الإسرائيليين كيف قالت بنا الأحوال إلى الدرجة التي تمكن فيها الإسرائيليين من الوصول ليس الاحتلال فلسطين بل الاحتلال حتى القنيطرة كما حصل في سنة 67 أحاولي في أن يحول الإنسان ذاكرته الخاصة إلى ذاكرة منسجمة ومتداخلة مع ذاكرة الوطن في 31 سنة يواناً 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 سيرياناً أحاول أن تقلق الوطن يحرر الشعوب يحرر الشعوب يحتل بلادها ودمر مقدراتها ودمر اقتصادها ودمر حضاراتها تدمير شامل هذا ما رجل حضاري ولا يرأس دولي حضاري مع العلم هي أمريكا باعتقدنا أنه دولي حضاري كذا أما ليثبت أنه لا تمثل حضارة بسلح أبداً موسيقى 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 وقوة موسيقى موسيقى أكثر من المنزل دولي شعورة موسيقى 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 وضعنا أكثر أحباً، ويقول قد أفعل ذلك ، لأفراد أسلحة الامرائقين في المطابقين الأربية في المطابقين في المطابقين ينظر الولايات وكرة تنظر الأسلحة ومع ذلك مرسل المطابقين في المطابقين أعتقد أن الوصول على الوقت بالإيام الأحضاني الذي يأتي إنه ليس هناك شيئاً ويشترك أن تقوير أن اهل التربيب في تجربة ويشترك أن تجربة من lapsة الأولى سيء مستعرور الطائق أفاق هذا الفئ؟ إلا أنه يجب أن تحصل على سكائل أنه يجب أن يجب أن تحصل على مجاز. فإنه يجب أن يجب أن تحصل على هذا العوان. سيئت particular من هذا الطائقís. أليس من هنا، �하 على ما فرص ليس جوجبون تطلب أحدهم فكما يجب أن يجب أن لا يجب أن يجب أن تحصل على الأدوان. سيئًا بشكل ليس لن يجب أن تحتاج إلى هذا العالم. وهادة مصدرات الأولى من أمريكا، في حتى تستخدم الامريكا، وليس أتريد أن تفيد الحالة داخل الناس. مؤمن أنه أعطى هو صغير وصف براية الحالية. بينما كنت أصدقائه. مؤمن أن أصدقائه، سوريا فقط على التطوير الإنبات بسجارة ومن الرسالات، أعطيق بنامجات رأسكري ونطرق. بعد ذلك، مؤمن أن أصدقائها، يجب إن كانت مرضايا، but the Muhabarat, or secret police, ruthlessly targeted political opposition. The Ba'ath Party, under Assad's control, retained supremacy in parliament, although other parties occupied seats as well. Assad steered Syria through the treacherous path of Middle East politics until he died in 2000. Bashar al-Assad succeeded his father. British educated and reputedly open to reform, Assad quickly released 600 political prisoners. Skeptics wondered if he could maintain stability and the loyalty of the old guard without practicing the political repression of the elder Assad. After 9-11, the Syrian government cooperated with the United States against terrorism and the Syrian and American officials acknowledged that the Syrian cooperation has saved American lives. and yet we were really puzzled to see that the United States was moving on with the Syrian Accountability Act that was passed by Congress and the Senate and then signed by President Bush. However, the economic relation between Syria and the United States is not that strong, particularly on our side. We really don't have much trade with the United States. There are American companies in Syria, which would be, I think, worst affected. We see this Syrian Accountability Act as a new obstacle in the way of Syrian-American relations. يَا مَلِ الشَّامُ يَا مَلِ الشَّامُ يَا اللَّهِ يَا مَالِي قَالِ الْمَطَالِ يَا حِلُّ وَتَعَالِ يَا مَا يَا مَالِ يَاهِ يَانًا يَا وَوَأَ المترجم للقناة 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 قليل من الأراضي. طبعاً قلت السياحة كثير. السياحة قبل حرب العراق كانت أكثر مزاجبة كثير جداً. أما الآن قليل جداً السواح. تيجي توضع السياسي في العالم. خاصة حرب العراق قصرت كثير على السياحة في سوريا خاصة. المصدرات لم يهجمت لتضرب الإرهاب لأنه هناك إرهاب في كل أنحاء العالم. فهي ممكن أن تضرب كثير من بلدان. وما في القاعدة. هي ضربت مصالحة مثل البترول مثل تسيطر على النفط. ممكن أن يضربوا سوريا. بس لأنه هي حجرة. عثرة بطريقهم بالنسبة لخارطة الطريق تبع إسرائيل. لتسيطر على المنطقة كلها. العلم والتطور أزان بلش من عند العرب. بعدين انتقل لأوروبا ولا أمريكا. ونحنا شعب يجوا يتفرجوا على بلادنا. يعيشوا معنا. نحنا شعب كثير متطور. كثير متفهم. عنا المرأة. يعني هي رمز التطور بأي بلد. أخذ كل حواء. في عنا وزيرة. عنا الأطباء. عنا المهندسات. مستلم المناصب. عم تشتغل. عنا حرية كاملة. كما أنا. كما غيري. نحنا كما أي بلد. مو بتل ما عم يصوروهن المحطات الأمريكية أو التلفزيونات الأمريكية للشعب السوري. موسيقى 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 وضع موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى محمد أبل فتا من هبرا من هبرا موسيقى موسيقى هذا ظلم عدوان كله ظلم عدوان شو بدك أحسن من أنه شرفت أنا في فلسطين أخوي في فلسطين وأخوي في فلسطين أخت ثاني في فلسطين والدت توفت في فلسطين خمس سنتين توفت في فلسطين وأخوي ثاني في الأردن شو بدك أكون شعوري يعني شعور غاضب وشعور حاقز يعني هون نحن عادي مرتاحة بسر واحد إذا كان بأرضه وبيته برتاح أكتر بتمنى أن الرئيس بوش أنه ينظر للشعب الفلسطيني بطريقة صحيحة ما يكون أنه يقلب العكس أنه الصح يقلبه غلط والغلط يقلب صح لأنهنا عايشين بحيات ألام On October 5th, 2003 Israeli aircraft bombed a supposed Palestinian camp near Damascus Israel claimed Syrians used the site to launch terrorist attacks against Israeli settlements Pentagon advisor Richard Pearl claimed that the strike against Syria was long overdue Other high U.S. officials agreed Pearl expected U.S. military action against Damascus to soon follow I think the reason why Israel did that is to warn Syria that unless you do what the United States is asking you to do then we can't reach you I think the bottom line of this is that Israel wanted to prove that it is stronger militarily and therefore it can impose the agenda on Arab states in the region and it got the green light from the U.S. government to do so is direct force an acceptable means to the neighbors in the region it reinforced and re-entrenched stereotypes of what America and the West was all about which I think was a very negative thing and it put people I think like myself on the back foot who are trying to see that the West is not some evil monster trying to eat us I was actually angry at the U.S. for forcing me into a position of choosing where if I had to choose between the Iraqis and the U.S. and the coalition I felt that involuntarily I mean as much as I despise what the regime stood for I found myself actually wanting the coalition to fail we were all upset when the towers went down we all thought that was a terrible thing the reaction to that is not to go around and bash people around the world deal with the problem deal with the root of the problem Saddam he is not a good man anyhow by any measurement he is the worstest man but I want to ask you who is his teacher who is his teacher teacher of Saddam is George Bush because before it was with a good relation with them the body count is counting it's mounting up the body count is mounting up I think Iraq is turning to be a bit of a mess for the Americans how long can they take it how long can Iraqis keep it up حرب دائما حرب مدمرة تفقد الإنسان أراضي وتحرك مزرعاته وتجعله ينتقل من مكان إلى آخر لذلك اليوم الحديث عن السلام لا أعرف أنا بالنسبة لي يبدو بأننا ما زلنا نلهس خطوة وراء أخرى دمنا شعور بأن الإسرائيليين لم يقدم لنا ما يجعلنا نتقل مرة واحدة بأن هذه المرة يريدون السلام مالولا بلوتا كاتموي أثاروي بحر مالولا people understand the uniqueness of their community they speak Aramaic the barbershop patrons explain that the language of Christ and the apostles stays alive precisely through the dialogue in their town Syrians all feel the weight of the past and the tension of their present their country located between Iraq and Israel has become a tense and a hard place Israel and the United States threaten to attack internally hardliners want a crackdown and reformers want an opening President Assad continues to pledge cooperation with the United States in the war against terrorism in times of political stress millions of Syrians find comfort in the words of a great poet in Foreign أطفالنا خيط الربيع وبراعم الأمل أنتم البثور الخصفة في حياتنا القاهلة أنتم الجيل الذي سينتصر على الحزيمة حزيمة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة